الصراعات والتقص السيء والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من واجهون أزمات غذائية بالنقدار الخمس أي إلى 193 مليون العام الماضي ومتوقع أن الأزمة ستتفاقم ما لم تتخذ إجراءات عاجلة على نطاق واسع هذا ما ذكرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية التي أنشأتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقريرها السنوية وأضاف التقرير أن عدم الأبنى الغذائي تضاعف تقريبا في السنوات الست الماضية منذ عام 2016 التقرير حذر أيضا من أن التوقعات المستقبلية ليست جيدة وإذا لم يتم عمل المزيد لدعم المجتمعات الريفية فإن نطاق الدمار المتمثل في الجوع وفقدان سبل العيش سيكون مروعا نتائج التقرير العالمي لعام 2022 حول أزمة الغذاء هي بالفعل قراءة واقعية نرى حالة ارتفعت فيها الأرقام المتعلقة بالجوع الحاد في الواقع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وعلى وجه التحديد لدينا زيادة بنحو 40 مليون شخص مقارنة بأرقام عام 2020 الذين هم في حالة من الأمن الغذائي الحاد إذن بالفعل قراءة مقلقة للغاية التقرير ذكر أن البلدان التي تتعامل بالفعل مع مستويات عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل خاص لتأثر بمخاطر الحرب بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء وضعفها أمام صدامات أسعار الغذاء العالمية واستشراقا للمستقبل قال التقرير أن حرب روسيا على أوكرانيا وهما منتجان رئيسيان للغذاء تشكل مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي العالمي لا سيما في البلدان التي تعاني من أزمة غذاء مثل أفغانستان وإيثيوبيا وهيتي والصومال وجنوب السودان والسوريا واليمن ويعرف عدم الأمن الغذائي الحاد على أنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو سبل العيش أو كليهما وزاد عدد من يواجهون أزمات غذائية لأربعين مليونا أي بنسبة عشرين بالمئة العام الماضي اشتركوا في القناة